عمليات أمنية مستمرة ضد شخصيات قيادية في قسد تنفذها تركيا في شمال شرق سوريا آخر العمليات حسب موقع باس نيوز كانت بريف القامشلي وأدت لمقتل الرئيسة المشتركة لمقاطعة القامشلي لدى قسد والقيادية في بيدي يسرى درويش وإصابة نائبها كابي شامعون ومقتل شخصين آخرين أحدهم سائق السيارة ويدعى فراد دانيال نفذت تركيا العملية بطائرة مسيرة الاستخبارات التركية أعلنت أيضا تحييد القيادي في بيك كيل مدعو رضوان أولغانا والمدرج على نشرة الزرقاء للمطلوبين لها في منطقة تل رفعة شمالية سوريا وفي وقت سابق حيادت الاستخبارات التركية أحد مسؤولي الحزب الشيوع الماريكس اللينين الإرهابي المدعو عثمان نوري أوجاكلي في مدينة عين العرب كوباني شمالية سوريا المسؤول عن عدة هجمات ضد تركيا أهمها الهجوم على سجن بورصة بحسب وكالة الأناضول كما قالت الاستخبارات التركية مؤخرا أنها حيادت المدعو طوبة قر قوتش وهي المسؤولة عن الشؤون المالية لتنظيم بيك كي في مدينة عين العرب أيضا في سوريا عمليات تركيا تأتي ضمن مسار مستمر لحرب مفتوحة تقودها أنقرة ضد قسد في سوريا تحاول من خلالها تأمين حدودها مما تصفها أنقرة بالتنظيمات الإرهابية من خلال تفكيك صفوفها واستهداف أبرز الشخصيات فيها عدا عما تنفذه أنقرة من عمليات عسكرية ضد مواقع قسد بشكل مباشر والتي كان آخرها ما شهدته نقاط قسد وسلطة الأسد المشتركة من قصف تركي أدى لقتل عدد من عناصر الطرفين تحركات تبدي عزم تركيا في إنهاء الملف رغم أي تفاهم قد يحصل في محافل السياسة الدولية ترجمة نانسي قنقر